اشتركوا في القناة لسيدهم يا شيخ عبدالعزيز يا من لكم في القلب والأحشاة تذكار يا من لكم في القلب والأحشاة تذكار حياكم الله حياكم الله اشتركوا في القناة حياكم الله 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 اشتركوا في القناة 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 ليوم السبت التاسع والعشرين من حزيران يونيو لعام الفين واربع وعشرين اشتركوا في القناة النجيفي برفقة عدد من قيادات وعضاء الحزب حزب السيادة في مجلس عزاء الراحل والذي كان في استقباله السيد وسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق ونجل المرحوم الشيخ عبدالعزيز محمد النجيفي وهذه لقطات اذا من مجلس العزاء المقام في محافظة نينوى على روح المرحوم المغضول له بإذن الله عبدالعزيز نجيفي اشتركوا في القناة 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 أيها الأخوة المواطنون وفي محافظة نينوى سارة جناب الشيخ خميس الخنجر الزعيم أهل السنة والجماعة والقاد العراقي زار اليوم المجمع الفقهي لكبار العلماء في محافظة نينوى برفقة عدد من قيادات حزب السيادة وأعضاء مجلس محافظة نينوى عن حزب السيادة جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله أكد في أثناء لقائه عددا من أئمة وخطباء المساجد من أعضاء المجمع الفقهي لكبار العلماء في العراق أكد على أهمية الإرشاد والوعظ الديني في تعزيز مبادئ وحدة الصف والكلمة وأهمية التصدي للأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تضر بسلوكيات الأفراد وتؤثر في النسيج المجتمعي وإرثه الثقافي والاجتماعي الذي عرفت به مجتمعاتنا من قيم وعادات وتقاليد من جانبهم أثنى الحاضرون من أعضاء المجمع الفقهي لكبار العلماء فرع نينوى على المواقف الوطنية للشيخ خميس الخنجر والداعية إلى وحدة الكلمة ورص الصفوف ومبادراته الدائمة والداعمة نحو حل الخلافات السياسية وتمسكه بحقوق أبناء المحافظات المحررة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والعفو العام وعودة المهجرين إلى مناطق سكنهم أيها الأخوة المواطنون حقيقة أنا عندي رسائل سريعة فيما يتعلق بقانون العفو العام وأنصاف الأبرياء وكلكم جاي شوفون خلال 72 ساعة أكون مستجدات جديدة بمواقف دولية كبيرة أنا لا يهمني أن هذه المواقف تصدر من الأمم المتحدة أو حتى تصدر من قوة الاحتلال التي احتلت العراق في عام 2003 والتي هي السبب المباشر بكل المصائب للشعب العراقي منذ ذلك التاريخ إلى يومنا الراهن لكن أنا أردقول برسالة أمامكم وتنبيه من أنور الحمدان المواطن إلى من يتحمل المسؤولية بأنه أكو مواقف أخرى جديدة ستظهر وستكون أكبر تأثير من تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف وما كتبه الخبراء أو المستجدات التي تظهر من كل شخصية دولية أمريكية أوروبية مسيحية إسلامية مناهضة للعدواني وللحرب الغاشمة التي كانت في عام 2003 على العراق ومناهضة لكل نتائج ذلك العدوان من فتح الحدود وتدخل سافر بالقرار العراقي الشرقي ولا غربي أنا أحتيها بصراحة ومتحمل مسؤولية كلمتي أنا جاي أحتيها لله كل واحد وقف بوجه إقرار قانون العفو العام وإنصاف الأبرياء كل واحد إلى دور كل واحد إلى دور ولو بالكلمة أدى إلى تعذيب سجين أو وفاته بعد اعتقاله أو تغييب مواطن وما نعرف إلى الآن وين مصيرة أو الاستمرار بالانتهاكات في السجول العراقية أيًا كان منصبه سيتحمل المسؤولية ولن يعفيه في ذلك أي شيء سجلوها بتاريخ اليوم تسعة وعشرين حزيران ألفين واربع وعشرين من أنور الحمدان المواطن ستشهد المرحلة المقبلة معاقبة وإجراءات بحق كل واحد وقف بوجه انصاف الأبرياء وأقرار قالوا العفو العام ولن يفيده بذلك منصبه أو الجهة الدعمة له شرقية أو غربية سجلوها عني والله رقيب وهو أكبر من كل ما حدث نحصحناكم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة أن أنصفوا شعبكم أن أنصفوا شعبكم العالم دا يراقبكم ترى البرنامج بهذه الحملة الوطنية أكو من يراقبه فكونوا أنتم أول المستفيدون من ما يقرد به وأصلحوا لكن لم تصلحوا فأنا أحذركم تحذير آخر بأنه المرحلة المقبلة ستكون هناك إجراءات رادعة لكبار الشخصيات ولصغار الشخصيات الذين كانوا وراء تغييب مواطنين وما حاجة يعرف مصيرهم وين من 2014 اليوم وراء تعديب مواطنين وراء اعتقالهم تعسفيا بسبب مخبو سري بسبب وشاية كاذبة بسبب تعريف ما يسمى بمفهوم الإرهاب كلها راح تفتح هذه الملفات بل مفتحت والكل مشخص عليه لعبالهم كبار تجار المخدرات الذين عاثوا في الأرض فسادا ومدعومين من قوة سياسية للأسف فاعلة بالعملية السياسية لعبا لهم أبرياء إذا حطوا هذه المصايب وحملوها بروس الأطفال أو المراهقين وقالوا والله هذا المراهق عنده تكسي عنده ستوتة هو التاجر مع المخدرات لا 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 التجار معروفين وسجلوها عني راح يجيبوهم مثل الإبرة من كوم التبن يطلعوا ميج واحد وواحد يلقطوهم ويجيبوهم ويحاسبوهم ويقعدوهم بقفص الاتهام والله يدحشيها لله وجاي يشوفها مثل ما دال الآن تشوفوني والله جاي أشوفش راح يصير لكن اتقوا الله اتقوا الله حاسبوا نفسكم قبل أن ما يحاسبكم غيركم حاسبوا نفسكم واتقوا الله بالشعب ما يصير الظلم مستمر والإجراءات ترقيعية والله مو احنا ما نقدر شو ما تقدر ما يقدر يصلح ما يصير مسؤول يا جماعة لا بالعراق ولا غير العراق هذه أرواح ناس والله شديد العقاب أنا من المناشدات اللي وصلتني مناشدة شوفوا أنا أحشيها أنا كل مظلوم أقف معه ما فرق بين أنه هذا لأ كان مسؤول شون توقف فيها حتى لو كان مسؤول على السجن مسؤول على السجن إذا أخطأ وامثبتين عليه أنه خاطئ أو أنه أخطأ حقبوا بالقانون بس مو تعذبوه مثل ما يعذب من هو كان مدير وانتجينا رسال أنه بالسجن أكو تعذيب أنه الآن هو أصبح معتقل أن عذب الله هذا حرام الرجل إذا أكو عليه شيء فيجب أن تحاسبوه بالقانون وإن ما عليه شيء تنصفوه ولهذا أنا وصلت لي رسالة عن عائلة السيد رحيم حمدان وهو الذي كان معاون مدير سجن التاجي السابق ومعتقل الآن أو مسجون بعقوبة 15 سنة والرسالة تقول ورد في حلقة يوم الخميس اسم ابننا الأستاذ رحيم حمدان معاون مدير سجن التاجي وتمت الإساءة له بطريقة غير لائقة لا ترتقي لتاريخه الوظيفي الممتد لأكثر من 15 سنة بدون عقوبة تذكر حيث استلم مهام المعاونية لفترة 42 يوم فقط عامل على الإصلاح والتقويم العمل وتم تلفيق تهم بحقه واعترافات نتيجة تعذيب الجسدي واللفظي مع عدم مراعاة أي شيء وهذا تسبب بالحكم عليه بالمؤبد وبدون أي مبرر يذكر ولهذا نحن نطالب صوتكم بإعادة التحقيقات وإنصافه وأنتم أهلا لذلك مع خالص الشكر عائلة النزير رحيم حمدان المعاون السابق لمدير سجن التاجي وأني أضم صوتي إلى صوت عائلته إذا أكو أدل عليه أن يجب أن يعاد التحقيق ولهذا نطالب بإعادة التحقيقات شوف هذا كان أيضا الرجل كان المدير سجن ويجوز الله ما بيننا وبيننا يجوز بالفعل الالتهامات إجت عليه بالإكراه وبالتعذيب وحكم إذن يجب أن تكون هناك إعادة التحقيقات مو إعادة محاكمات إعادة لأن إعادة المحاكمات خليه وضحها شعبنا إعادة المحاكمات يعني هاي مجابوا لك هاي الورقة هاي الورقة منين قالوا لهذا من القاضي الفنان آه خلاص تمام اطلعت مشيه لا ماذا مو إشي هاي مو عدالة هاي مو عدالة العدالة الصير لجان تحقيقية مختصة عيد التحقيقات من الأول تقول جيبوا لي ملف القضية يطلع على ملف القضية وين الشهود وين المبرزات الجرمية وين مدرشنوا لا هذه المعلومة هنا أكون أقص واحد اثنين ثلاثة أربع يرفعون تقرير متكامل لسيادة القاضي قلوا لي يا سيادة القاضي ترى هذه الدعوة بها شغلات ناقصة لاكو شهود لاكو أدلة هنا للقاضي رح يحكم بالعدل بس مون تجيب للدعوة وتقول له والله كنتوصي من فلان حج فلان يقول مشوها القضية اي خلص عشرين سنة لا يصارت يعني احنا نحترم القضاء العادل بس صارت هي شي للأسف يعني تجاي نسمعها على أقل واللي جاي نقرأ واللي جاي الأمم المتحدة تقول عليه انه كويت شحالات فأنا أطالب ان يعاد النظر ويعاد التحقيقات فيما يخص قضية السيد رحيم حمدان المعاون السابق لمدير سجن التاجي وارفض رفضا قاطعا ان تؤخذ اعترافات بالتعذيب او بالإكره لان هذا حرام ويجب ان تظهر النتائج للرأي العام وتنظم لأنه أيضا كان مسؤول بالدولة العراقية عندي مناشدة أخرى حطوه لصورة معالي وزير الداخلية هذه المناشدة وصلتني من أحد المواطنين أخي معالي وزير الداخلية المحترم سيادة الفريق أوركن عبدالأمير الشمري أعزكم الله هذه رسالة من بكر حازم بكر محمد السام الرأي والدة كان ضابط في وزارة الداخلية مكافحة الإجرام وكالة الاستخبارات حاليا واستشهد في عام 2008 رحمه الله وأسكنه فسيح الجناء يقدم لك اليوم التماس بأن يسمح له باستكمال مسيرة والدة في السلك العسكري لخدمة الوطن وخدمة أبناء الوطن والمؤسسة العسكرية والداخلية وأن يستحصل على استثناء من قبلكم علماً أنه من مواليد 2001 شهر تموز عمره مقبول بس المشكلة حسب بيقول برسالته أنه قسمه اللي متخصص به هو قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية دور ثاني والمطلوب فقط دور أول فيناجدك الطالب بكر حازم بكر محمد السامرائي ابن أحد الضباط الشهداء من منتسبي وزارة الداخلية أن يسوي لأستثناء وأنا أضم صوتي إلى صوت يا معالي الوزير هذا ابن شهيد وهذا استحقاقه أحنا ما نجي نقول له والله لأن دور ثاني وخريج يعني مهندس هندسة تقنيات الأجهزة الطبية يعني نقول له والله أنت دور ثاني ها مع الوزير ما يصير يعني أبوه من راح استشد ما قلنا له استشد دور أول أو ثاني صح له غلط راح ضحه بروحها حقيقة مع الوزير وتتقدر هذا الشيء أنت مقاتل بطل ابن المؤسسة العسكرية ابن مصنع الأبطال فأرجوك معاليك يعني هسا أنا ما أعرف من راح يوصلك إياها يعني سيادة العميد البطل مقداد مير الموسوي سيادة العميد متفضل أنا راح أدزل كياها أمانة وهي خلود الزياد سيدة خلود الزياد للمعالي للمعالي حصرا لأن هذا أبوه شهيد وأبوه ضابط وهو استثناء عدا يقول لك أخي أنا دور ثاني مو دور أول وترجو بس دور أول ما الشوء هي وسويه نصورة وصوت وخلي المعالي يستقبله ويكاف إن شاء الله ينطيمي تلب دينا ويكاف أو دزوليا فيديو وأنا عرضه بالتلفزيون وأخذ تحيي المعالي لأن يستاهل بس يشي خلي صير إجراء أتمنى يعني أتمنى أتمنى الصير وأستخلود إذا شافت الحلقة أتمنى توصل أيها الأخوة المواطنون في رسالة أخرى لكل أهلنا الكرام راح يحل علينا شهر محرم الحرام وفي أوله ومطلعه نستذكروا جميعا هجرة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من مكة المكرمة إلى المدينة التي شرفها الله بمقدم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فكان معه رفيق الهجرة والنصرة سيدنا الخليفة الأول الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن صحابة نبينا الأكرم وآل بيته الأطهار جميعا لا نفرق بين أحد منهم اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على محمد النبي العربي الهجبي وترضى الله على سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا الإمام علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم فحري بنا ونحن نستقبل الأول من محرم الحرام ونعيد للذاكرة هجرة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن نقف مع قول الله تعالى لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم نعم ثاني اثنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبالتالي نحن ندعوكم جميعا إلى أن يكون لكم دور في الكتابة والتعبير والحديث وإقامة الندوات عن سيرة سيدنا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأن لا تمر هذه المناسبة دون استذكار حقيقي لثاني اثنين في الهجرة والنصرة أيها الأخوة المواطنون والحديث عن هذا الموضوع يسرني هذا اليوم أن يكون معي فضيلة الشيخ مصطفى البيات رئيس رابطة الأئمة والخطباء في الأعظمية المباركة المباركة بوجود الإمام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه في ثراها والمباركة بشهدائها الذين ضحوا من أجل العراق ولم يفرقوا بين عراقي وعراقي فضيلتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله والكلمة لكم حياكم الله أستاذ أنور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية إجلال وإكبار لحبرتك ولكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية تحية إجلال لك مرة أخرى أخصك بها من بين المشاهدين لطرحك هذه المواضيع الحيوية المهمة التي تهم كل إنسان مسلم وغيور حقيقة أحار من أين أبدأ ولكنني أبدأ بالمعتقلين هؤلاء الذين يشكون إلى الله عز وجل ظلم الظالمين هؤلاء الذين مرت عليهم أعوام وهم يئنون ويرزخون لا لشيء إلا لأنهم قاوموا المحتل الأمريكي وقالوا كلمة الحق لا لشيء إلا لأنهم من أهل المساجد لا لشيء إلا لأنهم من أهل مناطق معينة وأقول نحن اليوم في عام 2024 أما يكفي ظلما لهؤلاء أبناؤهم كبروا وأمهاتهم وآباؤهم قد وهن عظمهم وهم بعيدون كل البعد عن أهلهم بالله عليكم كيف سنلاقي ربنا جل وعلا وهؤلاء يشكون الظلم في ظلمات الليل والظلم في هذه الدنيا سيكون ظلمات في الآخرة فيا من بيده القرار ويا من يملك الكلمة ويا من يملك إيصال الرسالة الحرة العادلة كونوا مع هؤلاء الأبرياء وضعوا أنفسكم مكانهم أنت أيها المسؤول ضع نفسك مكان المعتقل وكثير من المسؤولين في هذا النظام السياسي الجديد يدعون أنهم قد اعتقلوا في الأنظمة السابقة أقول لهم تذكروا أيام اعتقالكم وأنتم تقولون نحن مظلومون كيف كان حالكم وكيف كان حال أهلكم هل يعقل أن تعيد الظلم كما ظلمتم أنتم في السابق بحسب ادعائكم والظلم ظلمات تنامون ولكن المظلوم لا ينام كل العيون تنام ولكن عين الله عز وجل لا تنام ترقب دعوات المظلومين ترقب أنين الأمهات والآباء ترقب شوق الأبناء لآبائهم ترقب شوق الزوجات لأزواجهم إلى متى يبقى هؤلاء في السجون لا جريرة لهم سوى جريرة المخبر السري أو جريرة العداوات الشخصية أو جريرة الجرائم الطائفية بمجرد أن اسمه فلان أو فلان يوشى به ويكتب عليه ما يكتب ويعتقل فيا من بيده مقاليد الأمور في البلد تكلمنا قبل عيد الأضحى وقلنا العيد على الأبواب وربما البعض لا يريد أن يدخل الفرحة على قلوب العراقيين أقول لهم اليوم شهر محرم الحرام على الأبواب وهو بداية لعام جديد وهو بداية لتاريخ جديد لتاريخ حافل بالأحداث العظيمة والجسيمة كونوا على مستوى الحدث وكونوا على مستوى شهر محرم الحرام وأطلقوا صراح الأبرياء من المعتقلين هؤلاء الذين نصروا العراق بجهادهم وبدمائهم ونحن في شهر الهجرة والنصرة في الشهر الذي نصر فيه سيد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر نصر حبيب الله عز وجل يوم أن تخلى عنه الجميع ضحى بحياته وتقدم في التضحية يوم أن تراجع الجميع نحن في شهر النصرة في شهر محرم الحرام أنصروا هؤلاء المظلومين وأطلقوا سراحهم من قبل أن يأتي يوم يوم تندمون فيه على ما ارتكبتم من قبل أن يأتي يوم تغرر حناجركم فلا تستطيعون أن تقدموا عملا صالحا والله سائلكم عن كل لحظة قضيتموها على كراسيكم أنا لا أدعو إلى الإفراج عن المجرمين من القاعدة وداعش والميليشيات والخارجين عن القانون لا نحن ندعو للإفراج عن المقاومين الذين شرفونا بمقاومتهم للمحتل ندعو للإفراج عن المظلومين الذين ذهبوا بجريرة المخبر السري الذين كانوا ضحية لأجندات طائفية وأنا لا أدعو الإفراج عن السنة فقط وإن كان جل المعتقلين من أهل السنة والجماعة أدعو الإفراج عن كل المعتقلين الأبرياء بالله عليك يا أستاذ أبو عزة أنا أسأل كل العراقيين الذين يمتلكون غيره أيه الأولى أن يكون في السجن هؤلاء الذين مرهوا أم فأمريكا أم هؤلاء الهمج الذين يسيئون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام مرأة الجميع ومسمع الجميع بين يوم وآخر يخرجون على مواقع التواصل الاجتماعي أحدهم سافل ينادي بأعلى صوت على فاتح بلاد العراق الذي لو لاه لكنا نسجد للأصنام بعد فضل الله وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم يصيح دق على راسك حيل يا فلان لا تجرع أو أذكر اسمها بالعمل مع هذه الهتافات النتنة التي تعبر عن أجندات خبيثة وتربية لا تليق بالإسلام ولا تليق بالعراقين ولا تليق بالعرب ولا تليق بالغيرين فضيلتك هذا اللي أطلق هاي الهتافات هو ولويا يخس ويخس شارب ويخس شارب أبو ويشارب جدة ويخس شارب كل من موله ويخس شارب كل من دز لا بس عمامة ولا ما لا بس عمامة يخسون يخسون ويأبون ويبقى سيدنا عمر ابن الخطاب الفارق رضي الله عنه وارضاه شاء من شاء ومن أبا من أبا هذه مبكفهم هذا عراق عمر وعراق علي عراق عمر وعراق علي وما يقبل أنتم بطوب ومع عمر ومع عثمان ومع علي وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ولعن الله من لعنهم وأرانا الله عز وجل في من طعن فيهم يوما أسودا كيوم عاد أو ثمود لا بلعشد من هذه الأيام الله آمين وهذا فرصة أن أدعو الإدعاء العام أن يأخذ دورة وين هو الإدعاء العام وين الإدعاء العام وين الإدعاء العام لا أنه وصارة الداخلية والأمن الوії أي نفقق عن هؤلاء المجرمين لا حدنا إدعاء العام إحنا لو حدنا إدعاء عام مثل الدول كان إلى دور وحق الرد مكفول له هو ذا يرد إذا يرد إدعاء العام مالا صوت مالا تأثير إذا العدم وجوده وجوده نفس الشي خلاص إحنا لو لحتي يا طاقبة إحنا مضعف إحنا على الحقق وإحنا هي للعراق كلتنا والله يا س spirituality لا نخاف في الدفاع على الصحابة لن نخاف أبداmm في الدفاع عن الصحابة ودماءنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك دون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودون آل بيت وأهل بيت النبوة لأن دفاعنا عن هؤلاء هو دفاع عن الدين دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم نفاع عن ذات الله عز وجل العليا الذين زكاهم في كتابه الكريم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وبارك الله بك بس احنا ايضا اكو تقصير فضيلتك لا تزعل مني يعني انا مثل هذا الهاشتاق اللي صار اليومين ما اكو تعاطي ما اكو تفاعل نعم شنو يمنع نحنا كعراقيين يعني من تطلع مجموعة ظالة وتتجاوز على الفاروق عمر رضي الله عنه وارضوا امه تطلع ايضا بالمقابل عدنا اشو كلما الله عد منصات عالتواصل اجتماع فيسبوك وتويتر هذا اكس ما شيسمونه ما الناس تكتب كل الناس تقدر تطلع لايف بس احنا شبابنا ملتهيني والله هذا قراجح ويدر لو مو قراجح ويدر ايب يا عمي المزعطة ايب اسمح لفضيلتك والله احنا عدنا مزعطة والله العلي العظيم قاعديني قراجح ويدر لقد روح اكتب مثل اوادم لقد الثقاف اتعلم اكتب اكتب روح اقول عمي هذه فضائل سيدنا الفاروق الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاتر المسيحيين هم اللي سموه الفاروق لانه فرق بين الخير وبين الايمان وبين الكفر وراح انصف الناس بالقدس احشوه يحشوه لك قاعديني قراجح حوائدير منتخب الاردن بالله عليك انا بزعر من الدنيا والله يصير فتحت لي باب فتحت لي باب هو من الذي فتح القدس ومن استلم مفاتيح القدس موسيدنا عمر رضي الله عنه فاروق الاسلام الذي فرق الله به بين الحق والباطل يصير في عراق عمر يطعن بسيدنا عمر ساكتين وين لي يدعون تحرير القدس والدفاع عن القدس مفاتح القدس الأول سيدنا عمر يطعن بي واحنا ساكتين ليش ليش سيدنا عمر ثاني رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنا وبشر بالجنة وهو حاي انت اللي تطعن بسيدنا عمر تعرف انت جاي تطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنت جاي تضعن بسيدنا علي قل ما أتقدم في مكانه موجود أبو بكر العمر ليشهاب الإجرام ليشهاب الأجندات تريدون أن تحرقوا بها البلد مرة أخرى وتريدون إرجاع البلد مرة أخرى إلى أتون الحرب الطائفية يا طائفيين يا أصحاب العقول النتنة يا جهلة العراق عراق الصحابة العراق عراق عمر وعلي لن نفرط أبدا في العراق ولن ندعكم تهنأوا في العراق أموالنا دماعنا دون سيدنا أبو بكر ودون سيدنا عمر دون سيدنا عثمان ودون سيدنا علي ودون سيدنا الحسن ودون سيدنا الحسين ونحن مقبلين على شهر محرم الحرام بكرة استشهاد الإمام الحسين فيه أقول لعنى الله من قتل الحسين ولعنى الله من أعانى على قتل الحسين هذه هي عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة نحب أهل بيت النبوة ونحب صحابة رسول الله ولا نفرق بينهم ونعتقد أن نحبهم دين نتقرب به إلى الله عز وجل فكونوا كما نحن فزنا بحب الصحابة وبحب أهل البيت نحن نريد لكم الخير نحن نريد للجميع الخير فطرة الله التي فطر الناس عليها الفطرة هي فطرة الإسلام والإسلام يستدعي حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يجي إذا ما تحب صحابته وتحب أهل بيته لكن ذولة والله فضيلتك يراد بالفعل تحفيز للشباب أنهم لا يسكتون أنا جدا أتوقع يعني الشباب يكتبون لا يكتبون أنه ذولة ردوا عليهم بالكتاب بتدقوا شو يكتبوا اكتبوا لا تسمحوا لهم عراقي بس مو احنا احنا مضعاف مو احنا البعض يتوقع ضعاف استعدانوا 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 الفاروق عمر إذا ما تدقى على خشمة فأنت بقصر مقد المسؤولية واللي يصير خلي يصير أنا أقول كلمتي ومتحملها أمام الله لا مستحملنك ولا من غيرك افتهمت نقطة على السطر فضل فضيتك السادة نور الأزهر الأزهر الشريف ينظر إلى العراق ما يفكرون شيخ الأزهر ليجدي أجل زياراته للعراق بل يرفض 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 أن يأتي فضيل الشيخ الأزهر الإمام الأعظم يرفض لما يرى مثل هذه الأفعال هل يأتي وهو أكبر نرجع في العالم العربي والإسلامي هل يقبل أن يأتي ويعطي شرعية لأمثال هؤلاء رابطة العالم الإسلامي رئاسة الديانة التركية وزارات الأوقاف في العالم العربي والإسلامي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلهم ينظرون إلى ما يحدث في العراق كلهم ينظرون إلى هذه المقاطع التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أني أنصح السياسيين ولا سيما السياسيين الشيعة أن يكون لهم موقف ديوان الوقف الشيعي العلماء حملت الشريعة من الشيعة أن يكون لهم موقف حتى الأزهر الشريف يشوف أنه علماء الشيعة ما قابلين حتى وزارات الأوقاف بالعالم العربي والإسلامي يشوف أنه السياسيين الشيعة ما قابلين ليش ما يفعل يهم تصلح نفسها إحنا ما نخجل من قول الحق بس إحنا جاي نقول ليش ترجعوننا المربع الطائفية المربع الأول ما الطائفية شما استفادين إحنا شما استفادين ليش يامون صارت الأحداث الطائفية ما راح بها نسمع عمر وراح بها نسمع حسين صح له غلاط والقتل على هوية وما نعرف القاتل هم منه إيران لو أمريكي والله عمي لله أحكيها والله لله أحكيها قتل الناس اللي صارت بالطائفية وراها الولايات المتحدة وجيشها وراها الإيران لاتهم ماكو طرف ثالث والله العلي العظيم دولتين اتحالفت على بضرة الشعب العراقي ولا ليش واحد يقتل لأن اسمه عمر يقتل لأن اسمه علي أو حسين صح له غلط إيران وامريكا وراها بس إحنا بينا خيرا ننظر إلى مصلحتك عراقيين ويقول الآن شي العلاقة بالإيراني وشي العلاقة بالأمريكي فخاري يكسر بعض الإيراني والأمريكي أنا عراقي اهتم بعراقيتي سني ولا شيعي فضل فضيتك الله يحفظك السادة أبو عزة المطلوب من الجميع أن يكون لهم موقف حقيقة في التصدي الإساءة لرموز الأمة والبرلمان وين دور البرلمان وين السيد محسن المندلاوي وين أعضاء مجلس النواب السنة وين غيرتكم مو أكو قانون مو أكو قانون يجرم يجرم الإساءة لرموز الإسلامية لو أنه رمز سياسي أسيء إلى لو أنه معمم سواء من السنة أو الشيعة أسيء إلى كان قامت الدمنيا ولم تقعد يساء لأبي بكر ويساء لعمر ويساء لعثمان ويساء لأمهات المؤمنين والجميع سكوت ليش هذا السكوت باشر عقبة من يسيئون السيدة عائشة السيدة عائشة هي عرض النبي هي أم المؤمنين هي عرضنا كلية من أقبل الإساءة للسيدة عائشة معناته أقبل الإساءة الأم والأختي والخالتي والعمتي والزوجتي والبنتي أقبل الإساءة العرضي يا عراقيين يا من تحكمون البلد انتبهوا ترى العالم يباور عليكم قابلين وساكتين هم معممين ولا غير معممين أقولهم تخسون تخسون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين وتخسون توصلون لتراب رجليها الراضين معممين ولا غير معممين خلاص شلع قلع أنا ما مستحب قولت الحق والعنده حق علي خلي أخل حق مني أستاذ أبو عزة هسنا مقبلين على عام هجر جديد خلي نبدي بالعراق بداية صحيحة خلي نبدي بداية جديدة قضيتين نريدها منكم ما نريد غيرها والله لا نريد خدمات ولا نريد ماء ولا نريد كهرباء ولا نريد شيء نريد قضيتين من عدكم طلعونا ياها قضية المعتقلين طلعونا الأبرياء وقضية الإساءة لرموز الأمة أوقفوها والله ميليق بعراق عمره أكثر من سبعت آلاف عام أن يساء فيه لرموز أمته نحن جمجمة العرب ونحن كنز رجال ونحن مادة الأمصار يعني أحنا مادة البلدان يعني من عندنا يطلعون القيادات للأمة العربية والإسلامية يعقل أن نسكت على الإساءة يعقل أنه أكو أبرياء مظلومين نايمين بالسجون وأحنا ننام بكل هناء وكل سعادة في بيوتنا آمنين مطمئنين لذلك يا رئيس الجمهورية أنت حامي الدستور ابحث عن رعيتك ترى كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته يا دولة رئيس الوزراء أنت ابن العراق وأنت ابن الداخل وعشة معاناة الداخل وعشت وشفت الناس لهم ظلمت واعتقلوهم سابقا الشون صار بيهم لا ترضى يكون أكو مظلوم بسجون أنت قد تكون مسؤول عنها أو وزير عندك مسؤول عنها يا رئيس الوزراء اتفقد واقع السجون وروح انزل للسجون واسمع من النزلاء نحن مو المفروض نكون مصلحين الدولة الآن العراق مو يحكمه الإسلاميين طيب الإسلام مو يحمل رسالة الإصلاح حتى المجرم اللي بالسجن آني المفروض أوصل لرسالة الإصلاح إصلاحها مقدم على إعدامه إليش إحنا ماشيين بموضوع الإعدامات المجرم والتي تلطخت إيدة بني مال عراقين هذا ما نتكلم عنه بس مو موضوع الإعدامات الماشيين به اليوم باتر عقبة يطلعون من مواثيق دولية باتر عقبة يبعدون من محاور دولية باتر عقبة العالم العربي والغير العربي الإسلامي والغير الإسلامي عاتبنا أنتو ما عدكم معايير الحقوق الإنسان ليش نخطأ أخطاء بعد أن نندم عليها إحنا جاي ننصحكم والله إحنا ما نريد للبلد غير الخير والسلام العراق عراقنا نموت إحنا أولادنا رح يعيشون أولادنا يموتون أحفادنا رح يعيشون هذول الصهاينة إيش قد أجرموا وإيش قد سوا وما سوا بالأقصى الفلسطينيين أنطوا الأقصى المسلمين نسوا الأقصى ما ينسوا ويبقون يضحون إلى أن يحرروا لذلك خلونا نعتبر وخلونا نفهم زين وخلونا نتعامل زين في بلادنا ترى لا أنت تقدر تنهيني ولا أنا أقدر أنهيك الخسارة ستكون فقط على الطرفين خلونا نكون عقال وما نسمع لأجندات الدول وما نسمع لمؤامرات الدول ترى الدول تنطيك وتمدك بس ما تريد بيك الخير أنت ما حكى جلدك مثل ظفرك أنت مسؤول عن بلدك أنت مسؤول عن رعيتك أنت مسؤول عن تأريخك تقبل باتر عقبة يعيرون أحفادك يقولون جدهم ضحكم وظلم بالعراق تقبل باتر عقبة أبنائك ينظرون لهم نبرة إزدراء بسببك لأنك ما عرفت تحكم العراق بالعدل طيب أنت سيدنا عمر اللي جاي تطعنون به مو سيدنا عمر من قياس العدل مو هو بالمدينة ويقول إذا عثرت بغل أجلكم الله في أرض العراقاني مسؤول عنها إذا تعلموا من سيدنا عمر سيدنا عمر أشهر من نار على علم حتى ذو المسيئين السفلة حشاك اللي يطعنون بسيدنا عمر هم من حيث لا يشعرون يعززون انتماء محبين سيدنا عمر السيدنا عمر يعني أولادنا الآن بالابتدائية قاموا يحرصون على مطالعة سيرة سيدنا عمر وعلى مطالعة سيرة سيدنا أبو بكر ونحن نعلمهم أنه مثل ما يحرصون على مطالعة سيرة سيدنا عمر يحرصون على مطالعة سيرة سيدنا علي لأن ذول الخلفاء الأربع عليكم بسنة وسنة الخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذول كملوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء رفعوا شأن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم من كان لهم الفضل بعد الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمة محمد إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها نحن كهل السنة والجماعة نعلم أولادنا حب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وما نفرق بين واحد من عدهم بارك الله بيكم والله يسلمكم والله يحرسكم وهذا هو المطلوب وأنا أجدد الدعوة من خلال فضيلتك إلى كل الشباب هذا هو هذا استخدموا الهاشتاغ وهذه الصورة الجميلة يلا يا شباب روونا حبكم وروونا همتكم وروونا غيرتكم يا شباب أي حشو يهم الله حشو يهم فضيلتك روونا غيرتكم يا شباب العراقين معروفين بغيرتهم ترى حتى الميصة اللي غار على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اليوم الدفاع عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر هو دفاع عن رب العالمين ليش لأن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دفاع عن رب العالمين ذول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني واختار لي أصحابي هؤلاء اختيار الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا شباب أنت من تنصر سيدنا أبو بكر من تنصرون سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي جاي تنصرون محمد صلى الله عليه وسلم من تنصرون سيدنا محمد صلى الله وسلم جاي تنصرون رب العالمين جل وعلا هذا الخالق العظيم هذا اللي يرزقكم واللي أمدكم بكل ما تريدون فيا شباب رووا العالم أن العراق عراق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكتبه ثانية اثنين في الهجرة والنصرة ولا تترددون أبد وهذا رح يشهد لكم يوم القيامة لماذا ترددون لماذا أنت مؤمن إذا تخاف المؤمن لا يخاف المؤمن الله سبحانه وتعالى يريد المؤمن يكون قوي ما الذي يمنعك وهذا حقك وهذا واجبك ترى مو بس حق واجب نعم واجب ما الذي يخافون من شنو ما يطالب بحقه ترى محدد تحقه لا والله فضيلتك ما يطالب بحقه ما حن ينطي حق رجع لنا سويزي من المخرج ما يطالب بحقه يا عراكم ما حن ينطي حق لعبالك لعبالك ترى يأكلوك من فج للفج لا أنت لا عبالك الي تولى المسؤولية لا يريد يأكلك première هؤلاء المسؤولية الي حكام يريد يأكلو أي مواطن من الفج لهذاك الفج لا والله كمواطن أنت مصدر السلطات أنت لتدافع عن حقك يا مواطن ما تخليها لهم كل مأخيرة فضيلتك الله يحفظك كلمة الأخيرة الله يحفظك اليومان ويأك نخطب اثنياناتنا بس والله يركنا على الإخوان المعتقلين وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنعم منك مع الأكزود. أنا نصيحتي إلى المسؤولين في البلد. أقعدوا وتفخوا. أكو أشياء كل العراقيين يردوها منها قانون العفو العام منها التوازن بالدولة. منها عدم إساءة أحد لأحد. يعني حقيقة طفح الكيل في موضوع الإساءة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول لهم ترى اختزينا قدام العالم العربي والإسلامي. ترى أكثر بلد يساء بي للصحابة العراق. وهذا مو منطقي. أنتوا تحملون اسم العراق. كونوا على قد المسؤولية ويا نواب السنة. لتكونون جبناء وخايفين على مكاناتكم. ترى إذا كنتوا جبناء وخايفين على مكاناتكم. والله العظيم رح تروح منكم. صيروا شجعان وطالبوا بحقه لكم. ما أريد صيروا طائفيين. ولا أريد تهيجون مشاعر الناس. بس صيروا شجعان وطالبوا بحقه لكم. بارك الله بك. وحلالي صير طائفة ترى لله. سني ولا شيعي. ندق على خشمة بالقانون. ما نسمح الطائفة. احنا ما ريد نرجع للطائفة. الريد وطنيين مؤمنين. وطنيين مؤمنين. هذا العراق عراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأنه هو اللي فتح العراق وحرر وعراق الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجوه عليه السلام لأنه أول خلافة أقيمت بالكوفة لابن عم النبي الأكرم الإمام علي. فاحنا نعتز به مثل ما نعتز بسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان. فكلهم هاي وطنية مو طائفة. أما لي طائفة لا ولا ما نسمح. مثل ما فضيلة الشيخ قال ما نسمح بطائفة. بارك الله فضيلتك. الله يحرسك ويسلمك وينصرك وأمانت الله. الله يسلمكم كل التحايا والاحترام لأهل الكرام أهل الأعظمية المقدسة المباركة الله يحفظك تدروا إن شاء الله سيداتا ورجال. أطفالا وشباب الله يحفظكم. الله يبارك بكم اللهم يسلمكم. كل الاحترام لكم فضيلتكم. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم مشاهدينا. الله وشكرا لكم.